مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناتكم بيلان الروسكا وكما شاهدت في العنوان في هذا الفيديو سوف أشارك معكم آدات تدعى Optimizer تقوم بعمل Optimization للويندوز الخاص بك وتسريعه بطريقة جد سهلة وبسيطة وأول خطوة سوف تقوم بها سوف تقوم بتحميل الآدات سوف تجد الرابط الخاص بتحميلها في صندوق الوصف وبعد ذلك تضغط على Download وسيتم تحميل الآدات فحجمها جد صغير ولا تحتاج إلى التسطيب فقط قم بتشغيلها بصلاحية الآدمين وسوف تشغل بكل بساطة وعند فتح البرنامج سوف تجد الواجهة الخاصة به على هذا الشكل فهي عبارة عن اختصارات لمعظم الإعدادات والسيرفيس وكذلك التطبيقات والملفات التي لا يستخدمها معظم مستخدمين ويندوز فأذات Optimizer تعمل مع ويندوز 7 وكذلك ويندوز 8 و 10 و 11 سوف نبدأ مع أول خيار والذي اسمه Universal سوف تبدأ مع الخيار الأول سوف تقوم بتفعيله كذلك سوف تقوم بتفعيل خيار أما بالنسبة لخيار ويندوز ديفندر فالأمر متعلق بالحالة الخاصة بك ففي حالة ما كنت بالفعل قمت بتثبيت أي أنتي فيروس على الويندوز الخاص بك فسوف تقوم بتفعيل هذا الخيار أما بالنسبة إذا كنت تعتمد فقط على ويندوز ديفندر فلا تقوم بتفعيل هذا الخيار بعد ذلك سوف تقوم بعمل Disable لأوفيس 2016 Telemetry كذلك الأمر مع Visual Studio وتقوم بتعطيل هذا السيرفيس الخاص بالطابعة في حالة ما لم تكن تستخدم أي طابعة مع الكمبيوتر الخاص بك أيضا تقوم بتعطيل سيرفيس الفاكس وكذلك قم بتعطيل برنامج Media Player Sharing فمعظم المستخدمين لا يقومون باستخدام هذا البرنامج خلاص أظن أننا قمنا بتعطيل معظم الخصائص المناسبة لجميع المستخدمين الآن سوف نمر إلى ويندوز 11 في حالة ما كنت تملك نسخة ويندوز 11 بالنسبة لأول خيار فهو يقوم بعمل Restore للإكسبلورر القديم فكما نعلم فالإكسبلورر الجديد فهو يستهلك من قدرات الجهاز في حالة ما كان جهازك ضعيف نوعا ما فمن الأفضل أن تقوم بتفعيل هذا الخيار بعد ذلك سوف نقوم بتفعيل خيار Disable Start Menu Ads يقوم بتعطيل الأدس التي تظهر في المينيو كذلك سوف نقوم بإزالة تثبيت برنامج OneDrive كذلك برنامج MyPayPal ثم نقوم بعمل Disable لخدمة Xbox Live أما في حالة ما كنت تستخدم أنت خدمات الخاصة بالإكسبوكس على الويندوز فلا تقوم بتعطيل هذا الخيار ثم سوف نقوم بعمل Disable Chat الخاص بالمحادثات على برامج الويندوز ثم Disable Cloth Clipboard كذلك Cortana فلا أظن أن أي شخص يقوم باستخدام Cortana ثم نقوم بعمل Disable Game Bar خلاص انتهينا من جميع الإعدادات المناسبة لجميع المستخدمين بالنسبة لويندوز 11 سوف نمر إلى الخيار الثالث الخاص بإزالة تثبيت البرامج التي لا تقوم باستخدامها سوف تجد أن البرنامج قام بالتأشير على بعض البرامج بشكل تلقائي وهذه البرامج فغالبا ما قد تكون لا تستخدمها أو لم تقوم باستخدامها منذ مدة طويلة وبعد ذلك سوف نضغط على Startup هذا الخيار خاص بتعطيل البرامج التي تشغل بشكل تلقائي على الويندوز الخاص بك لكن الشيء الإضافي المتوجد على البرنامج أنه يظهر لك حتى الخدمات الخاصة بالويندوز التي تشغل بشكل تلقائي لذلك في من الأفضل أن تقوم بعمل باستخدامها مسبقا قبل أن تقوم بالتأشير على البرامج لكي تتجنب حدود مشاكل بعد ذلك تبدأ بالتأشير على البرامج التي لا تريدها أن تشغل بشكل تلقائي على الويندوز الخاص بك وفي Coming Up هنا يعطيك اختصار لمعظم التطبيقات التي قد تريد أن تقوم بتحميلها فبمجرد أن تقوم بالتأشير على كل تطبيق أردت أن تقوم بتحميله ثم تضغط على Download سوف يقوم البرنامج بشكل تلقائي بتحميل جميع البرامج التي قمت بتحديدها وتثبيتها على الويندوز الخاص بك وهذا سوف يوفر لك وقت واختصار لأنك في حالة ما كنت تريد أن تقوم بتحميل كل برنامج واحد تلواء الآخر سوف تضطر إلى الدخول إلى الموقع الرسمي لكل برنامج وتحميله بعد ذلك من خيار Cleaner هذا الخيار يسمح لك بتنظيف كمبيوتر الخاص بك من حذف الملفات المؤقتة وتنظيف المتصفحات إلى غير ذلك فأنت سوف تقوم بالتأشير على هذا الخيار الخاص بالملفات المؤقتة كذلك خيار Error Reports وكذلك هذا الخيار وأيضا خيار Recycle Bin الخاص بسلة المحدوفات كذلك يمكنك أن تقوم بتنظيف أي متصفح أردت من Google Chrome و Mozilla إلى غير ذلك فقط تقوم بالتأشير على الخيارات التي تريد تنظيفها من Cache أو Cookies أو History إلى غير ذلك وبعد ذلك تضغط على Clean وهنا سوف يظهر لك جميع الأشياء التي سوف يقوم بحذفها البرنامج بعد ذلك سوف تضغط على Clean وسوف يتم تنظيف الكمبيوتر الخاص بك بكل بسطة هنا بعض الإعدادات الإضافية المتوجدة على الويندوز قد لا تهم معظم المستخدمين أما بالنسبة لخيار Registry فهذا يقوم بإصلاح بعض الخصائص الخاصة بالرجistry على الويندوز الخاص بك ففي حالة ما كان لديك مشكلة في Taskbar يمكنك أن تقوم بالتأشير على هذا الخيار في حالة ما كان لديك مشكلة في Explorer يمكنك التأشير على هذا الخيار إلى غير ذلك من الإعدادات هذا كل ما في الأمر بالنسبة لطريقة عمل Optimization للويندوز الخاص بك وتسريعه الطريقة جيد سهلة وبسيطة عند الانتهاء فمن الأفضل أن تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك إذا عجبك هذا الفيديو لا تنصدقت على زر لايك كان معكم بلال من قناة بلال الراسكا وإلى اللقاء